اتنين فرنسا تعود من العلمانية الى الكاثوليكية فرنسا دولة علمانية والبعض براها علمانية متطرفة منذ الثورة الفرنسية دور الدين متراجع في الحياة العامة دور الدين في المجتمع متراجع جدا وفرنسا نموذج للدولة العلمانية التي يراها البعض متطرفة في العالم لكن دلوقتي البعض بيشير ان في عودة الى المسيحية في فرنسا واحياء للكاثوليكية في فرنسا والعودة تدريجيا الى ما كان قبل الثورة الفرنسية ان المسيحية مكون رئيسي من مكونات الدولة والمجتمع في فرنسا 1979 امريكا والغرب دعموا حركات الاسلام السياسي لانه حصل في ذلك العام ان الاتحاد السوفيتي احتل او غزى افغانستان فتم دعم المجاهدين الافغان وهم فعلا كانوا بيكفحوا علشان تحرير بلدهم من الاتحاد السوفيتي وكان جهات حقيقي من اجل تخلصنا الاستعمار انما تم استثمار ذلك ان يكون في اطار الحرب الباردة بين الغرب والشرق وان الرأسمالية الغربية تدعم هؤلاء المجاهدين من اجل الحاق الهزيمة بالاشتراكية الشرقية صراع الرأسمالية والاشتراكية وتم استخدام الجماعات الدينية في هذا الاطار ايضا في نفس العام سقط نظام الشاه والغرب صفقة لسقوط نظام الشاه ووصول اية الله الخميني الى السلطة في طهران بعد عشر سنين سقط صور برلين في المانيا وبدأ تهاوي الكتلة الشرقية تدريجيا انما في نفس السنة ايضا تسعة وتمانين خرج الاتحاد السوفيتي مهزوما من افغانستان فاعتقد الغرب ان كده نجح في استغلال وتوجيه وتمويل الجماعات الدينية من اجل اسقاط واضعاف الاشتراكية والاتحاد السوفيتي لكن بعد شوية لقينا بعد سنوات في عام 2001 احداث 11 سبتمبر بدأ البعض ينتبه في الغرب ايه اللي حصل احنا كنا بندعمهم عشان الاتحاد السوفيتي بنمولهم عشان يضربوا الاشتراكية ازاي انقلب الامر الينا ازاي الرئيس الامريكي رونالد ريجن استقبل قبل كده المجاهدين الافغان في البيت الابيض ازاي بعد كده يطلع تنظيم القاعدة من افغانستان ويعمل احداث 11 سبتمبر وبدأت في اوروبا كمان تجي لها هجرة غير شرعية نتيجة ان في دول حصل فيها تطرف وارهاب وحصل فيها انهيار اقتصادي مع جفاف وتغير مناخ فالناس راحت وهربت الى اوروبا فالاوروبيين لما لقوا ان في احداث ارهابية بتحصل عندهم من ناس كانوا زمان بيدعموهم لاهداف ولقوا كمان موجات هجرة ريحة من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب بدأت تطلع هناك موجات اليمين المتطرف وبدأ يمين المتطرف يقول ان فيه استبدال عظيم بمعنى هيستبدلونا هيخشوا المسلمين يخلوا اوروبا قارة اسلامية واحنا هنطلع وهتبقى اوروبا قارة غير مسيحية وغير علمانية في المستقبل وبدأ يحصل احياء مسيحي موازي لهذه الطيارات اليمنية المتطرفة يبقى العلمانية المتطرفة اللى ابعتت الدين عن الحياة تماما في اوروبا رجعت تنكسر تدريجيا على اثر صعود الجماعات الاسلامية المتطرفة وعلى اثر الهجرات الكبيرة الى اوروبا دولة زي فرنسا اللى هي ممنوع تدعم الكنيسة او تمولها او تقوم با اي نشاط ديني بدأت فرنسا تقوم على اصلاح كنائس قديمة وعلى تطوير وترميم كنائس مهملة منذ مدة طويلة جدا بدأت الناس في فرنسا تدريجيا يلبسوا في البستهم مظاهر دينية مسيحية وده ما كانش معتاد في الماضي بدأت المهرجانات والاعياد والمناسبات الدينية المسيحية تحظى باهتمام كبير داخل فرنسا البعض بيقول في مقال في اندبندنت عربي انه فرنسا بدأت تخرج تدريجيا من العلمانية المتطرفة او العلمانية الاوروبية التي وضعت بعد الثورة الفرنسية 1789 ودلوقتي على اثر الجامعات الدينية المتشددة والهجرات اللى موجودة ولمتطرف الصعيد ان بدأت الكاثوليكية تعود من جديد او تصعد من جديد في فرنسا اخيرا البعض بيقول ان في خوف في المستقبل ان حوار الاديان لا ينجح وان صراع الاديان ممكن يكون قادم لانه في تطرف ديني شديد جدا في اسرائيل جماعات دينية متطرفة تعلن انتماءها للإسلام سواء في افريقيا او في اسيا وايضا صعود للاصولية الهندوسية وكذلك العودة للمسيحية ومن عرش نتائجها قدام اذا كانت حتظل معتدل او لأة في اوروبا وانه ممكن ده يقود في النهاية الى حرب اديان طبعا ده كلام بعيد ونتمنى انه لا يحدث وانه يكون في حوار اديان مش حوار اديان بيكون بين الاديان ما فيش دين بيحاور دين عشان يقتنع بهذا الدين وإلا هيسيب الدين اللي هو فيه انما حوار بين اتباع الاديان ان اتباع هذا الدين يحترم اتباع هذا الدين لا يعتدوا على اتباع هذا الدين هو حوار بين اتباع الاديان مش بين الاديان من الناحية العقائدية العالم في كل الأحوال بيواجه حالة من احتمالات الصدام في المستقبل ويحتاج العالم إلى حكمة حتى لا ينفلت الزمام وفاصل ونكمل